أبرز مستجدات الساعة السياسية في حصاد الليلة أحييكم أنا سعيد شبيب وزميلتي شيرين درويش أهلا بكم مشاهدين إلى هذا الحصاد نبدأه بأبرز وأهم العنوين لهذا اليوم تحرير بغداد وست محافظات عراقية تغص بالمحتجين الألاف يتظاهرون ضد المحاسسة والتزوير ويطالبون بتوفير الخدمات والعيش الكريم حراك سياسي مكثف في بغداد وسباق مع التوقيتات الدستورية للتوافق على الرئاسات حوارات لاختيار رئيسا للبرلمان ما بين خمسة مرشحين والتفاصيل الكاملة في حصاد الأخبار نائبة الرئيس الإيراني تدعو العراق لدفع التعويضات الإيرانية ضد العراق في الثمانينات ووزير الداخلية الإيرانية الأسباق يدعو إلى تقسيم العراق كأحد الحلول لمواجهة العقوبات البنك المركزي العراقي يوقف التعاملات بالدولار مع إيران وخبراء في بغداد يحضرون من الأسوأ إيران قد تزور دينار العراقي وتشجع تجارة المخدرات تم انقراض الثروة الحيوانية من الأهوار وكمية هائلة من الثروة السمكية مثل ما عسى أنتم صوروات شفوه بالعين المجردة نسبة الجفاف أقدر أقل لك يعني يجاوز التسعين وخمسة واثمانين بالمئة أزمة المياه تتفاقم في مدن جنوبية العراق وتنظر بالأسوأ أيقونات الأونسكو في العراق مهددة بالجفاف وعشار البصرة يتحول إلى بؤرة ملوثة جراء المفايات مسى الخير نبدأ هذا الحصاد من الحراكة الشعبية حيث تجددت تظاهرات الشعبية في ساحة التحرير وسط بغداد الأسبوع الرابع على التولي مع ارتفاع سقف المطالب هذه المرة إلى تحسين الخدمات وتوفير العيش الكريم للمواطن وتعديل الدستور وردد محتجون في التحرير شعارات ترفض المحاصصة وتزوير نتائج الانتخابات محذرين من تمرير النتائج الحالية رغم الملاحظات الكبيرة والتقارير التي قدمتها لجان حكومية ونيابية حول تلاعب بإرادة الناخب العراقي وشدد محتجون على أن تزوير في الانتخابات قد يراد منه ترصيخ الفساد والمحاصصة من طاحت التحرير على الأشعب ترجمة نانسي قنقر هذه الجمعة هي امتداد لباقي الجمعة ربما أنه الآن نتائج الانتخابات وإن ظهرت لكن هناك ردة فعل تقول بأننا لا نأبه بهذه النتائج هذه النتائج ليست من صنع القرار العراقي إنما صناعة من جهات إقليمية استطاعت أن تؤثر على الناخب العراقي وسل بصوته أو سرقت الأصوات عبر التجوير هذا كله في جانب والاحتجاج في جانب آخر الاحتجاج يطالب بتغيير شامل تغيير الأنظمة بكاملها قانون الانكخابات إعادة صياغة الدستور بما يتناسب مع الدولة المدنية كثير من المطالب ما زالت تتجدد لا مراهنة على الانتخابات إطلاقا المراهنة هو على صوت الشارع هذه المسألة لا نستطيع الخروج منها لطالما السياسيين أنفسهم في سدة الحكم هذا يتطلب تكاتف الجماهير معا لتغيير هذه السياسة التي أوصلت البلد إلى ما نحن عليه التزوير باقن ولا يمكن تغييره من خلال الوجوه ذاتها في سدة الحكم لو لا وجود الحكومة في كل البرمان لو موجود عندنا جزء من المعارضة هؤلاء المفسدين اللي يحاولون أن يخرجوا من هذا الباب ويدخلوا من هذا الباب هذا سبب المحاسسة المقيتة سبب المحسوبية المنسوبية الخوف من هلك موظفين صغار لديهم يسرقون ما يسرقون وهم يخرجون مثل المثل من الشعر من العجين فعلى الحكومة المرتقبة مثل ما قلنا جرت إذن لهم أن يحاول بكل الوسائل يمتصر وخضب الشعر الشعب إذا ثار وإذا غضب لا يوجد أي قوة تستطيع أن تقف بوجهه ظهور نتائج العدو الفرز لليوم البارحة هي مخيبة لآمال العراقيين هل نعتقد وهل نتصور أن نتائج العدو هي مطابقة 99%؟ هذا غير ممكن وهذا مخيب لآمال العراقيين بالرغم أن هناك نتائج عد أصبحت غير مطابقة مناطق الغربية وابعاد ثلاث فاسدين وباستبدال غيرهم نحن نتمنى في جميع المناطق وفي جميع المحافظات أن يتغير الفاسدين كما حدث في المناطق الغربية ولكن هذه خطوات ضعيفة ومخيبة الآمال نتمنى من الشعب العراقي أن يكون وعيه أكثر ونتمنى من القضاء أن يكون أكثر نزاهة في إعادة العدو الفرز لانتخابات التي حدثت لعام 2018 وفي البصرة تظاهر العشرات أمام ديوان المحافظة مرددين شعارات تطالب بمحاكمة سراق المال العام ومن صادر مخصصات المحافظة على مدى السنوات منذ 2003 وردد محتجون شعارات تطالب بتوفير فرص عمل وتوفير العيش الكريم للمواطن وإقالة المسؤولين المحليين في المحافظة مؤكدين أن الاحتجاجات السلمية مستمرة لحين تحقيق المطالب المشروعة يجي يوم القصاص وليش نغترحون يجي يوم القصاص وليش نغترحون ويجي يوم القصاص وليش نغترحون نعم نعم للعراق نعم نعم للعراق نعم نعم للعراق كلا كلا للعقليم اللي يريد يقسم العراق لا يوقف يم الوطنيين الأحرار أينان الشجعان هنا ومكان الشجعان اللي يردون تغيير شونها واحد أهرباء المطالب المنفسدين ه لدينا من المعيب علينا أن الطالب الفاسدين الجغرباء المنى هذا عام حتى يب علينا الطالب بيه هذي نحن نجيب لبس له العراق الحدث الحقيقي يضع البصمة الأولى للمواطن قضية كانت مطاليب أساساً وهي أساساً ليس مطالب حقوق مسلوبة والحقوق تؤخذ ولا تعطى نحن حقوق مسلوبة من 2003 إلى يوم نهار التخدير عبارة عن انهالين للشعب ما جاي يعني يحققون واحد بالمية الجزء الواحد بالمية ما جاي تحقق الحكومة مجرد وعود وتهميش وما عرف يعني قضيتهم مين يريد يوصلونها هذا الشعب واعي شعب مثقف شعب العراق كله وخصوصا شعب البصرة بالأخص يعني طالما احنا بالبصرة هذا تسييس للقضية ليش المتظاهرين يطالبون بحقوق بسيطة دول العالم الثالث اللي هي متوفرة أساسا أحنا ما موجودة ومن البصرة إلى النجف أكد متظاهرون هناك أن التظاهرات المستمرة منذ سنوات لم تشهد محاسبة مسؤول رفيع سجابة للتظاهرات الشعبية الكبيرة في المدن كافة وطلب متظاهرون تجمعوا في ساحة مجسرات ثورة العشرين بكشف مصير المليارات التي تم صرفها للمحافظة وبإعادة الأموال التي سرقها السياسيون بالإضافة إلى واردات المطار وباقي المنافذ أبناء النجف الآن نطافع على التوالي يخرجون في تظاهرات والغاية منها هي محاسبة الفاسدة وأن اليوم نرى أي محاسبة لأي فاسدة صغيرة أن كان أم كبير نطالب من الحكومة أولاً أن يطون للشعب العراقي فارق برميل النفط السن قانوناً في الموازنة يتوى أربعين دولار واليوم يتراوح سعره من خمسة وسبحين إلى ثمانين دولار هذه الأموال كلها ما حاجت فيها الشعب العراق مدلعت نطالب فارق العملة نطالب كل محاسبة الفاسدين مرة أخرى محاسبة الفاسدين تغيير مدراء الدوار في جميعهم ومحاسبتهم أيضاً اليوم أخرتت مدينة النفف الأسرط بفتوى سماحة السيد السيستاني أطال الله حمراً هذه الجمعة طلعت لأنه صار فت زخم عليها صار عليها ضغور لا عدم رحمة على الشعب أولادنا تأذى وحنا تأذينه النفط وان صار الغذاء وان صار يا أخي ما تقلونا شي مستهال فخلي طلعون احنا مريض ما احنا انتخبناهم مو هم وجواحدهم احنا انتخبناهم اذا انتخبناهم احنا مريض مخلي طلعون يكفي وشنها التشلوبة هاي ما صايرة ولا دايرة هذا العراق كل ضاج كل العراق طلع ليش ما تطلعون الى متى من الاسودة وامريكا روحوا يا امريكا هاهم ابناء النجب خرجوا هاتفينا من أجل العراق من زاخو للقاوم ينظرون جميع بعين واحدة بمسافة واحدة هاهم ابناء ابناء المؤمنين علي ومن أبي طالب يهتقون من أجل الاصلاح من أجل العلاد العراق المظلوم هاهم يدافعون عن الكرد ويدافعون عن المحافظات الغربية ويدافعون عن القرات والجنوب من أجل الاصلاح ومن أجل دعم قرد الفاسدين من الحكومة العراقية من أجل ترفيه الشعب العراقي فهاهم المظلومون هاهم ابناء ابناء عوائل الشهداء ينظرون إلى العراق ينظرون إلى المراجع ينظرون إلى النجف فالنجف كبيرة بشبابها وبإمامها وبمرجعيتها فهني أن لكم يا ابناء النجف هذا النفس الحر الأبي الحصاد مستمر من الشرقية نيوز حراك سياسي مكثب في بغداد وسباق مع التوقيتات الدستورية للتوافق على الرئاسات حوارات لاختيار رئيس للبرلمان من بين خمسة مرشحين التفاصيل الكاملة في حصاد الليلة نائبة الرئيس الإيراني تدعو العراق لدفع التعويضات الإيرانية ضد العراق في الثمانينات ووزير الداخلية الإيراني الأسبق يدعو إلى تقسيم العراق كأحد الحلول لمواجهة العقوبات ضجت إذن مواقع التواصل الاجتماعي بالتعليقات المناددة بنتائج العد والفرز اليدوي للانتخابات التشريعية التي جرت في الثاني عشر من أيار الماضي والتي أظهرت تطابقا في ثلاث عشرة محافظة من أصل ثمان عشرة محافظة عراقية ووصف ناشطون عمليات العدوى الفرز اليدوي بأنها مهزلة متسائلين أين هي مفوضية القضاة من التزوير الذي شاب انتخابات الداخل والخارج والتقارير الدولية والمحلية التي أثبتتها أين هي من النتائج التي أظهرتها اللجنة العليا التي شكلها رئيس الوزراء وأكد مدونون أن الحكومة المقبلة إذا ما تشكلت فإنها ستكون غير شرعية لأنها لم تعبر عن إرادة الشعب بل عن إرادة الفاسدين واللصوص الذين سيعودون إلى سرقة المال العام دون حسيب أو رقيب أحد الناشطين كتب ساحرا من النتائج المطابقة وقال لعيفين النتائج على خياط أول كان أوجه لأنهم صرفوا فلوس بدون مقابل أما ناشط آخر انتقد عمليات العد والفرز اليدوي قائلاً كان من الأولى توزيع المبالغ التي صرفت على إعادة العد والفرز على النزحين والفقراء ظلوا صدقوا يا عراقيين وكانت مفوضية الانتخابات أعلنت نتائجاً نهائية لعملية العد والفرز اليدوي لجميع المحافظات العراقية التي جرى عليها تعديل طفيف على الرغم من حجم التزوير الذي شبع عملية الاقتراع الإلكترونية المقاعد التي حصلت عليها جميع القوى السياسية والنتائج الأخيرة يلخصها التقرير التالي أظهرت نتائج العد والفرز الجزئي اليدوي للانتخابات التشريعية العراقية تطابقاً مع النتائج الأولية في ثلاث عشرة محافظة من محافظات العراق البالغ عددها ثمانية عشرة محافظة مما يثير شكوكاً حول شكل الحكومة المقبلة وتجاه المفوضية القضاة للتحذيرات من عمليات التزوير التي شابت العملية الانتخابية وبحسب مجلس المفوضين المنتدب من القضاة فأن التغيير حصل في بغداد داخل ائتلاف الوطنية حيث سيكون يحيى أحمد العثاوي بدلاً من حسن شوارد كما فاز عن تحالف الفتح محمد صاحب الدراجي أما في محافظة الأنبار التي شابتها عمليات تزوير كبيرة فقد أعلنت المفوضية استبدال عدد المحلاوي بدلاً من محمد الكربولي وفالح العساوي بدلاً عن زينب الهيتي وسميع غلاب بدلاً عن غاد الشمري وابتسام محمد درب بدلاً عن نور غافل في تحالف الأنبار هويتنا وفي صلاح الدين استبدل شعلان الكريم بعال الصجري في تحالف صلاح الدين هويتنا أما في محافظة ذيقار فإن نتائج العد والفرز اليدوي أسفرت عن استبدال مرشحة نتجة تقديمها الطعن وفي محافظة نينوة استبدل مرشح من تحالف النصر بمرشح آخر داخل القائمة بعد تقديمه طعناً بالنتائج بقي تحالف سائرون الذي يتزعمه رئيس التيار الصدر مقتدى الصدر محافظاً على المركز الأول بعد حصوله على أربعة وخمسين مقعد فيما حصل تغيير في قائمة الفتح بعد فوز أحد مرشحيها ليصبح عدد مقاعدها ثمانية وأربعين مقعد فيما بقي ائتلاف النصر الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في المرتبة الثالثة باثنين وأربعين مقعد فيما حصل ائتلاف دولة القانون برئاسة نور المالك على ستة وعشرين مقعد وائتلاف الوطنية على واحد وعشرين مقعد ومن ثم تيار الحكمة بتسعة عشر مقعد مراقبون للشأن العراقي حذروا من أن نتائج الأخيرة التي أصدرها مجلس المفوضين قد تثير فوضى في بعض المحافظات من أبرزها كاركوك التي ظهرت نتائجها مطابقة على الرغم من الدلائل التي تؤكد تزوير العملية الانتخابية فيها أما في الأنبار وصلاح الدين فإن نسبة التغيير قليلة جداً بحجم التزوير الكبير الذي شابها كما تجاهلت مفوضية القضاة عملية التزوير التي حصلت في انتخابات الخارج كان من أبرزها في الأردن وتركيا فضلاً عن تحذيرات هيئة مكافحة الفساد من مصداقية الأجهزة الإلكترونية المستخدمة في الانتخابات بالإضافة إلى استبعاد مركز الرصافة في بغداد بعد اندلاع حريق فيه أدى إلى إخفاء معالم التزوير أما في الأنبار فوجه ناخبون بمدينة الرمادي انتقادات شديدة للجهات التي استغلت أصوات محافظة لأغراض حزبية وخاصة لدخول البرلمان في أكبر عمليات تزويراً لإرادة أهالي المحافظة وعبر سكان أحياء العزيزية والجمعية وشرع ستين وسط الرمادي عبروا عن خيبة أملهم جراء الإعلان عن فوز أشخاص سرقوا المحافظة وأساءوا إليها عبر التزوير نحن نطالب على تعد الفرز بشكل مضبوط حتى نكون يسعد كل من الشخص ويأخذ استحقاقه لا يسعد شخص مزور على حساب شخص آخر يعني أخذ استحقاقه والناس نخبته والناس يرادته كفاءة وما يسعد يسعد شخص آخر بالنسبة للفازة هم نفسهم الجديدة التي رجعت على المحافظة وكل ما سوهم يعني هذه الخدمات هي نفسها يعني ترجع تفتر كل محافظة الأنبار على نفس الوضع الذي كان قبل كل شي مدى صعب فإحنا انتخبنا الوجوه الجديدة الوجوه الجديدة أصلاً مصعدت يعني هي كليتها هم بيناتهم مؤامرات من الحكومة اللي يريدوه يصعده واللي ما يريدوه خلوه على دفت وبالنسبة للخدمات تحتها تحت الصفر ولكننا نتمل أن يحجف تغيير بالانتخابات تصعد كفاءات الظاهر نفس الشيء أو من سيء إلى أسوأ انتقل الوضع من سيء إلى أسوأ كانوا سيئين والآن جاءوا أسوأ لأن عمليات العد والفرز صعدت الناس أصلاً هما ما موجودين أو ما منتخبين أو أصواتهم قليلة الكفاءات والناس أصحاب المبادئ تلقاهم يعني غيروهم وغيبوهم فما أعرف ما سيحدث بعد طبعاً أنا أعتبي على هذه الانتخابات اللي صارت اللي كلها تزوير اللي كلها لفق وضحك على الثقون أقول كافي ضحك على الثقون أصبح المواطن الشعب العراقي أصبح يعني مواطن واعي وفاهم ويعرف بالسياسة يعني شنو هاي الحكومة اللي مدججة بالكذب رفعت نفس الأصوات اللي نفس الأصوات اللي بالانتخابات السابقة وما غيرها وأي شيء على الواقع الشرع العراقي قامت محافظة الأنبار وانتخبت أصوات ناخبة جديدة توعد المواطن من ناحية الخدمات من ناحية الأمن والاستقرار أقول الحمد لله وشكر رجع الاستقرار شو مهن ما بس ما داع اللاحظ أي خدمات كشفت مصادر سياسية في بغداد عن وجود حوارات سياسية مكثفة لاختيار واحدة من بين خمش شخصيات مرشحة لرئاسة البرلمان العراقي تتمتع جميعاً بسيرة ذاتية ومهنية معروفة واتفق قادة الكتل السياسية المعنية بالمحافظات المحررة على وجوب الحفاظ على لياقة هذا المنصب السيادي وعلى عدم السماح بمن لا تتوفر فيه اللياقة الشخصية والاجتماعية عدى الفشل والفساد في تبوئ هذا المنصب كشفت مصادر مطالعة على الحوارات الكثيفة الجارية في بغداد عن أبرز المرشحين للمناصب الرئيسة في العراق وفي مقدمتها رئاسة البرلمان العراقي على النحو التالي المرشح الأول هو أسامة النجيفي وهو الرئيس الأسبق للبرلمان العراقي ورئيس تحالف القرارة ولد النجيفي في الموصل عام الف وتسعمائة وستة وخمسين وهو يحمل شهادة الهندسة الكهربائية وشغل منصب وزير الصناعة عام الفين وخمسة ثم رئاسة البرلمان العراقي بين عامي الفين وعشرة و الفين واربعة عشر قبل أن يتسنم منصب نائب رئيس الجمهورية ولما تعرض النجيفي للمساءلة في أي قضية فساد طوال فترة خدمته في المواقع التنفيذية والتشريعية المرشح الثاني هو خالد العبيدي وزير الدفاع العراقي السابق ولد العبيدي عام الف وتسعمائة وتسعة وخمسين في الموصل وحصل على شهادتي البكالوريوس والماجستير في هندسة الطائرات وعلوم الفضاء من يوغسلافيا ثم على الدكتورة في العلوم السياسية المهندس الطائر خالد العبيدي سبق له أن تصدى لقضايا فساد قبل أن يقيله البرلمان السابق الذي كان موضع اتهام من العبيدي نفسه بعدم الحيادية والتغطية على الفساد المرشح الثالث هو رشيد العزاوي القيادي في الحزب الإسلامي ومعروف أنه رجل يعمل في الظل ويحظى بدعم حزبه وبعض القوى السياسية وفاز في الانتخابات الأخيرة عن جنوب بغداد ضمن تحالف النصر المرشح الرابع هو محمد تميم البرلماني المخضرم منذ عام 2005 الذي فاز للمرة الثالثة عن قائمة عربي كاركوكا ولد محمد تميم في كاركوكا عام 1974 ويحمل شهادة الدكتوراء وشغل منصب وزير التربية بين عامي 2010 و2014 المرشح الخامس هو طلال الزوبعي من مواليد بغداد عام 1969 ويحمل شهادة البكاريوس في الإعلام وهو عضو في تحالف القرار فاز للمرة الثالثة في الانتخابات عن بغداد ويتمتع بدعم قوي مكنه من الفوز بعضوية البرلمان ثلاث مرات متتالية كان الزوبعي رئيس لجنة النزاهة البرلمانية في الدورة السابقة وكانت مجموعة القوى الممثلة للمحافظات المحررة اجتمعت وقررت استبعاد محمد ريكان الحلبوسي الذي أثار زوبعة حول رغبته في تبوء هذا المنصب بعد الإعلان عن وجود ملفات فساد تتعلق بمحافظة الأنبار وإضاعة ما يصل إلى 100 مليون دولار كانت مخصصة للنازحين والخدمات جرى تبديدها في مشاريع صغيرة واستغلال أجزاء منها لأغراض سياسية كما اتفقت القوى المعنية بالمحافظات تعلن منصب رئاسة البرلمان العراقي أكبر من أن يشغله شخص استحوذ على سلف تشغيلية من الدولة تصل إلى 40 مليون دولار لمشروع المدن الصناعية الوهمي من دون أن ينفذ المشروع أو ينفذ المشروع والذي غدا واحدا من أشهر المشاريع الزائفة في العراق وعلامة من علامات الفساد الكبرى واتفق قادة الكتل السياسية المعنية بالمحافظات المحررة على وجوب الحفاظ على لياقة هذا المنصب السيادي وعدم السماحي بمن لا تتوفر فيه اللياقة الشخصية والاجتماعية عدا عن الفشل والفساد في تبوء هذا المنصب الحصاد مستمر من الشرقية نيوز للحديث عن الرؤى المستقبلية في السياسة العراقية وجملة مواضيع أيضا سياسية ينضم معنا عبر الأقمار الصناعية سيد قذم شمري القياد في اتلاف الوطنية سيد قذم أهلا بك إذن جميع المواقف السياسية في العراق رفضت نتائج الانتخابات وهناك طريق إلى إنعقاد حوارات مكثفة من أجل تدارس الوضع والطعن هو العنوان الأبرز فما هو توجه الوطنية؟ نعم تحية لكم للمشاهد الكريم مرة أخرى تظهر نتائج الانتخابات أو نتائج العدو الفرز وهذه المرة العدو الفرز اليدوي مرة أخرى يظهر مخيبا للآمال وحقيقة جاء بشكل لم يكن يتوقعه حتى المزورين أنفسهم كانوا يتوقعون أنهم قد أصبحوا على مقربة من كشف أدوارهم في هذه العملية الانتخابية المزورة لكن للأسف الشديد ظهرت النتائج مخيبة أيضا للآمال ونحن في اتلاف الوطنية سوف يتم عقد مؤتمر في الأيام القريبة القادمة لبيان موقفنا النهائي من هذه النتائج وأيضا موقفنا النهائي من الحوارات والحراك السياسي المتعلق بتشكيل الحكومة القادمة سيد كاذم أريد أن أناقش معك ما توصلت إليه مفوضية القضاة وتطابق نتائج العدو الفرز اليدوي مع الإلكتروني 13 محافظة من أصل 18 أظهرت التطابق وفقه هذا العد أنتم كيف تنظرون إلى هذه التطورات الحاصلة والامتعادات من قبل الرأي العام والشعب بشكل عام؟ نعم نحن حقيقة ننظر للمسألة كونها عملية تزوير تعرضت لها العملية الانتخابية لا ننظر العملية من وجهة نظر إتلاف الوطنية رغم أن إتلاف الوطنية واحد من أكثر الإتلافات أو القوائم التي تعرضت إلى غبن وظلم كبير في هذه الانتخابات حيث سرقت منها آلاف الأصوات وأيضا هناك تأكيدات من داخل المفوضية على أن المقاعد التي كان يجب أن تحصل عليها الوطنية هو ما بين 26 إلى 28 مقعد في حين نحن الآن حصلنا على 21 مقعد أقول نحن ننظر إلى العملية برمتها من حيث كونها تؤثر بشكل كبير على تشكيل مجلس النواب القادم وتشكيل حكومة حيث لا يمكن أن نتصور أن ينبثق مجلس النواب عن عملية مزورة أو حكومة عن عملية مزورة هذا البرلمان وهذه الحكومة بالتأكيد لن تحظى بثقة الجماهير وثقة الشعب العراقي لأنها كانت نتاج لعملية مزورة كبرى لذلك حقيقة عملية لملمة الوضع خوفا من فضيحة قد تهوي بأسماء وبعناوين كبيرة نعتقد كانت جريمة كبرى أكثر من جريمة التزوير نفسها لأن لملمة القضية بهذا الشكل والتستر على الفاعلين والمجرمين والمضي باتجاه تشكيل الحكومة يعني هذا عملية تشجيع وعملية احتضان لهؤلاء المزورين نحن نشترك مع كافة القوى السياسية التي اعترضت على نتائج الانتخابات في ضرورة أن يتم ملاحقة المزورين سواء في القضاء أو في الحكومة عند تشكيل الحكومة القادمة وعدم السماح لهم بالاستمرار بمصادرة إرادة الشعب العراقي وإرادة الناخب العراقي حيث أن فوات الفرصة في هذه المرة سيجعل من هذه الجماعات يخلق منهم مافيات انتخابية ستتلاعب بالنتائج مستقبلا ولن تسلم منها محافظة أو تسلم منها قائمة بل ستكون مافيا خطيرة يعني مافيا كبيرة تغامر بمستقبل العراق ائتلاف الوطنية يتحفظ بشكل كبير على نتائج العدو الفرز الذي أعلنه يوم أمس وسيتم إعلان موقفنا الرسمي والنهاي خلال اليومين القادمين بمؤتمر صحفي سيعقده الائتلاف إن شاء الله إذن هذا هو بالضرورة سيد قدم وقت حكومة الإنقاذ الوطني التي عشرتم إليها مسبقا ممن تتكون ومن أين تبدأ ولم تجبني على السؤال الأول هل ستطعن الوطنية بنتائج الانتخابات أمنكم رأيتم بأن لجنة تقصي الحقائق النيابية قدمت الشكاوى مع اللجنة الوزرية واعترضت ولم يأتي الشيء مغايرا لا بالتأكيد نحن متمسكين بأدواتنا القانونية وسيتم الطعن بهذه النتائج وحقيقة لا يمكن السكوت على هذه المهزلة الكبيرة ونوابنا وإتلاف الوطنية سيطعن بالنتائج خلال الفترة التي حددها القانون وسنلجأ لكافة الطرق التي رسمها القانون في الاعتراض وفي الطعن وكل ما يتعلق بمسألة الاعتراض على النتائج التي أعلنت يوم أمس ولكن تعلم أن الأمور ماضية والحكومة ستمضي في تشكيلها رغم هذه الاعتراضات التي تسجل منكم ومن غيركم برأيك وتصورك ما شرعية الحكومة المقبلة؟ قبل أن أتحدث عن شرعية الحكومة المقبلة أقول أن إذا كانت عملية انتخابية بهذا الحجم الكبير من التزوير والمجلس النواب القادم لا يمكن حقيقة وفق هذه المعطيات أن يحظى بثقة الجمهور العراقي وحتى الحكومة التي سيصوت عليها مجلس النواب ما هو الحل أمام هذه المشكلة الكبيرة؟ الحل من وجهة نظر الوطنية كما ذكرنا سابقا ومرارا حقيقة هو بتشكيل حكومة إنقاذ أو حكومة طوارئ تأخذ على عاتقها إعادة تقييم العملية السياسية والقيام بعملية إصلاح حقيقية وجدية وشاملة للمرحلة القادمة نعتقد أن تشكيل مثل هذه الحكومة حكومة الإنقاذ سيعيد بناء الثقة بين الجماهير بالعملية السياسية وأيضا حقيقة سيضرب على المزورين بيد من حديد ونحن كنا حقيقة الآن بحوارات مع بعض القوى السياسية لكن أعلنها الآن من خلال قناتكم الكريمة للأسف الشديد أن هذه الدعوة لم تجد آذانا صاغية من أغلب القوى السياسية وحيث أن هذه الغالبية كانت تريد المحافظة على مكتسباتها التي تحققت نتيجة التزوير في هذه الانتخابات وكانت حقيقة تريد المضي بتشكيل هذه الحكومة وكأن حل المشكلة هو بتشكيل الحكومة المشكلة ليست بتشكيل الحكومة أو بالإسراع بتشكيل الحكومة اليوم قناتكم عرضت تظاهرات بأغلب محافظات العراق ما هي مطالب هؤلاء المتظاهرين؟ هل خروج هؤلاء المتظاهرين هو بطرا؟ أم لا يوجد مشكلة؟ أبدا خروج هؤلاء المتظاهرين المطالبة بحقوقهم والمطالبة بالخدمات والمطالبة بإصلاح الوضع السياسي تشكيل هذه الحكومة لن يؤدي إلى تقديم الخدمات ولن يؤدي إلى إعطاء الجماهير العراقية والشعب العراقية حقوقه الضائعة منذ أكثر من ثلاثون عاما تشكيل حكومة الإنقاذ ونحن ائتلاف الوطنية نعلن أمامكم أننا أول ائتلاف سيتنازل عن كافة مقاعده في مجلس النواب إذ ما حصل الاتفاق على تشكيل حكومة الإنقاذ وإعادة بناء العملية السياسية بشكل كامل من خلال الأقطاب السياسية الموجودين الذي يمكن أن يضعون تصوراتهم لعملية الإصلاح القادمة طالما تتحدث عن العملية السياسية المقبلة هل من أولويات حكومة الإنقاذ التي تدعو إليها الوطنية هو تشكيل ائتلاف الأكبر لذا تواجدت ضمن وفد لمناقشة هذا الموضوع نعم هذا شيء وهذا شيء آخر لما فتحنا حوار مع بعض القوى السياسية وإعلننا هذه الفكرة على اجتماع رئاسة الجمهورية وأيضا بحضور طبعا أكثر من 11 زعيم سياسي وأيضا طرحنا هذه الفكرة في اجتماع رئيس الوزراء وبحضور أكثر من 22 زعيم سياسي وحقيقة لم نجد تجاوب من معظم هذه القوى السياسية لذلك نحن حقيقة لا نريد أن نخلق فوضى أو لا نريد أن نصر على أن رأينا هو الصح نحن طرحنا هذه الفكرة وعدنا استعداد للاتزام بها لكن إذ لم يحصل هذا المقترع على موافقة الأخوة الشركاء فبالإمكان نحن عندنا فكرة أخرى وهي التي كانت محل نقاشنا في حواراتنا الأخيرة ومنها حوارنا مع الأخوة في قائمة النصر هو أن تشكل حكومة أقطاب هذه الحكومة تأخذ على عاتقها إعادة بناء العملية السياسية من جديد يعني مثلا حكومة فيها نور المالكي فيها هادي العامري فيها مقتدر صدر فيها عمار الحكيم فيها مسعود البرزاني فيها ياد علاوي فيها هذه الأقطاب السياسية فيما لو قرروا إعادة بناء العملية السياسية من جديد هل هناك سيكون هناك معترضين على هذه الخطة أو على هذه الحكومة أنا لا نعتقد هذا الأمر لذلك الفكرة الثانية لدينا هو أن تشكل حكومة أقطاب تأخذ على عاتق هذه الحكومة إعادة بناء العملية السياسية من جديد هذا الأمر ناقشناه مع الأخوة في قائمة النصر والحقيقة هذا الأمر فيما يتعلق بالحوار وفيما يتعلق بهذا الموضوع منفتحين فيه كثيرا ونتحدث مع جميع الشركاء الأخوة في دولة القانون أيضا عندنا حديث مفتوح معهم الأخوة في الفتح في سائرون في الحكمة وأيضا في قائمة النصر الأخوة في الحزب الديمقراطي الكردستاني متواصلين معهم أيضا بشكل مستمر ونتبادل معهم الأفكار والرؤى والتصورات حول تشكيل الحكومة القادمة التي يجب حقيقة أن يتم الانتهاء منها خلال نحن اليوم عشر بالشهر وسيتم عقد جلسة مجلس النواب القادم في مطلع الشهر القادم لذلك لم يتبقى أمام القوى السياسية غير عشرين يوم الاتفاق على تسمية الرئاسات الثلاث وبالتالي يجب من الآن تشكيل الكتلة الأكبر للماضي بتشكيل الحكومة السيد قاذم شمر القيادة في اتلاف الوطنية شكرا جزيلا لك الحصاد مستمر من الشرقية نيوز نائبة الرئيس الإيراني تدعو العراق لدفع التعويضات الإيرانية ضد العراق في الثمانينات هو وزير الداخلية الإيرانية الأسبق يدعو لتقسيم العراق كأحد الحلول لمواجهة العقوبات البنك المركزي العراقي يقف التعاملات بالدولار مع إيران وخبراء في بغداد يحذرون من الأسوأ إيران قد تزور الدينار العراقي وتشجع تجارة المخدرات إذن مشاهدين إلى ملف العقوبات الإيرانية وتدعياتها على العراق إذ قرر البنك المركزي العراقي حضر التعامل مع المصارف الإيرانية بالعملة الأمريكية الدولار بعد إعلان الولايات المتحدة فرض عقوبات اقتصادية على طهران وترك البنك المركزي العراقي بحسب وثيقة رسمية صادرة خيار التعامل مع إيران بعملة اليورو إلى متطلبات البنك المركزي الأوروبي والمصارف التي تتعامل بالعملة الأخيرة وشارت وثيقة من دائرة رقابة السيرفة بالبنك المركزي العراقي موجه إلى كافة المصارف المجازة في العراق بضرورة الالتزام بتوجيهات مجلس إدارة المركزي العراقي حول التعاملات المالية مع إيران وكانت نأبو الرئيسة الإيرانية معصومة ابتكار طلبة الحكومة العراقية بدفع تعويضات جراء الأضرار التي لحقت بالبيئة نتيجة الحرب التي اندلعت بين البلدين في ثمانينات القرن الماضي وقالت ابتكار في تصريح النشر على حسابها في تويتر إنه يجب إضافة تعويضات البيئية لحرب العراق والحرب الكويتية والأضرار التي لحقت بالخليج التي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات مشيرة إلى أن حكومة الرئيس الأسبق محمد خاتمي رفعت إلى لجنة الأمم المتحدة شكوى لتعويض بذلك كما دعا وزير الداخلية الإيرانية الأسبق عبدالله رمضان زاد إلى تقسيم العراق ردا على موقف المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي بعد إعادة نشر تغريدته حول طريقة تعامل العراق مع العقوبات على إيران وقال زاد الذي شغل منصب وزير داخلية إيران الأسبق وهو متحدث باسم حكومة محمد خاتمي على تويتر قلتها سابقا واليوم أعيدها علينا أن لا نمنع تقسيم العراق وتشير التغريدة التي أعاد زاد نشرها إلى تصريح سعد الحديث بالقول ننظر أولا وقبل كل شيء إلى المصلحة الوطنية للعراق وليس لخطوة على حساب الاقتصاد العراقي وإن العراق سيقوم في المستقبل بفحص أدوات محددة للتدول مع إيران نبقى في ذات الموضوع حيث حذر خبراء اقتصاديون من أثار كارثية لعدم التزام العراق بالعقوبات الدولية المفروضة كما ذكرت الشيرين على إيران التي ستلجأ إلى وسائل غير مشروعة للالتفاف على تلك العقوبات عبر الحدود الطويلة مع العراق وقال الخبير الاقتصادي ماجد أسوري لبرنامج الجمهورية السادسة إن أولى تلك الوسائل هي تجارة المخدرات داخل العراق وتزوير الدينار العراقي فضلا عن عمليات تهريب أخرى محتملة عبر الحدود بالتأكيد قطع المصارف أنا في تصوري عنه الممكن هذا الموضوع ممكن أن يستغل في العراق لتطوير بعض الصناعات التي كانت تعتمد على الاستيراد من إيران هذه مسألة مهمة جدا لو أحسن استخدامها ممكن تطوير الصناعة الآن لكن تلا تنسى انخفاض قيمة الريال الإيراني أو التومان الإيراني هذا سيساعد على السياحة من العراق إلى إيران تدفق السياحة وبالعكس السياحة العكسية ستنخفض هذه مسألة طبيعية أكو بصدر التلميحات يمكن حضرتك سمعتها أو قرأت عنها فيما يتعلق تنميحات أمريكية فيما يتعلق بتهريب العملة إلى إيران إشارات كانت عن العراق دور المصارف المصارف الأهلية ما يتعلق بنافذة بيع العملة مزاد بيع العملة شو تقول بهذا الشأن هذه مسألة طبيعية تجري أكو مسألة أخرى أيضا خلي أقول لك إيران ستبحث عن مصادر جديدة لدخول الدولار وممكن أن تكون عن طريق قضايا غير شرعية ممكن الآن سمعنا أنه يتم تزوير الدينار العراقي يتم العمل على تطوير تجارة المخدرات كل هذه لازم نتوقعها نتوقعها مسألة طبيعية هذه مسألة طبيعية لأنه ما دام الحصار يجب أن لكن النوافذة النوافذة التي موجودة في إيران للتعامل التجاري كثيرة جدا نحن نديل التزوير كان من كان إلغاء نتائج انتخابات الخارج والنازحين لثبوت خروقات تزوير جسيم ومتعنم ما جرى اليوم هو حلقة لإكمال مسلسل التزوير الذي حدث ذاتي يوم 12 إما أن أفوز باللعب أو إما أخرب الملعب سرقوا إرادة الناقب العراقي واليوم أحرقوا دليل السرقة ليذهب مع الدخان الأسود لأن فعلهم أسود كما تتحمل المؤسسة القضائية مهمة ملاحقة جميع الأشخاص والقوى السياسية والمسؤولين الحكوميين الذين يضغوا التورطهم بالتزوير والتلاعب بأجهزة العد والفرز الكتروني تجد أن لا يوجد رقم مكرر في أي عد ألكتروني في الصنابل نحن استلمنا النتائج ورأينا التكرار بأكثر من مئة ألف صوت أنا أعتقد أننا فعلاً سنذهب للمجهود إذا اعتمدنا على النتائج الحالية والعراق لن يكون بأمان الآن تضحت أن أكون تزوير كبير أخيانة كبرى أنا أعتبر أن التزوير بالانتخابات من أشد الجرام أو أكبر الجرام بحق الشعب العراق وحتى بحق الدمقراطية اليوم التزوير في هذه الانتخابات لا يغطى بغربال نحن فائزين وندعي أن هناك تزوير قد حصل أنا كنت أتمنى أنه ننتهي بعملية من عملية العد والفز لكي نكتشفى المزورين والفاسدين الذين استطاعوا أن يستخدموا المال وما يمتلكون بصورة أكبر ويجيرون النتيجة نتمنى أن يحالج وأن يلغى بالكامل الانتخاب المشروع بالمهجرين والنازحين لأن يستغلوا باستغلال حاضر الحصاد مستمر من الشرقية نيوز نستكمل مشاهدين الحوارات السياسية ومواقف الكتل حول التطورات الأخيرة معنا العضو عن ائتلاف دولة القانون السيد محمد العقالي في هذا الحصاد للحوار أهلا بكم سيد محمد إذن هناك حراك لتشكيل الحكومة والكتلة الأكبر وهناك اختلاف كما تعلمون في دولة القانون وخلاف على تعريف الكتلة الأكبر لنبدأ أولا بالتوضيح عن ما هي وتعريف الكتلة الأكبر شكرا جزيلا سيد شيرين وكذلك إلى الأخ سعيد وإلى جمهور قناتكم الموقرة أنا بتأكيد الكتلة الأكبر هي حسب ما ذهب إليها الدستور وفسرتها المحكمة الاتحادية الكتلة الأكبر التي تجمع أكبر عدد مقاعد من البرلمان التي تسمى في الجلسة الأولى الافتتاحية إلى البرلمان تقدم كتاب رسمي من الكتلة الأكبر إلى رئيس السن يقوم باعتماد هذه الكتلة لتشكيل وتسمية رئيس الحكومة القادم هذا من ناحية التعريف من ناحية الحراك لا زالت دولة القانون يمسك بزمام الأمور لتشكيل هذه الكتلة هذه الكتلة لدينا مفاتحات ولدينا مباحثات ولدينا حوارات معمقة وقريبة جدا من الاتلافات لإعلانها وهي تكون بطريقة الشق الطولي إلى المكونات العراقية التي لديها أوزان انتخابية كل المكونات العراقية السياسية سوف تشترك بهذه الكتلة الأكبر لنتمكن من تشكيل أكثر من ثلثي مقاعد البرلمان هذا الطموح طبعا الحراك على الأرض تمكننا من جلب أغلب الكتل فبالتالي أقنع دولة القانون الشركاء السياسيين بإمكانية تغيير المسارات السياسية لتشكيل الحكومة ما ممكن أن نمضي بسياقات لتشكيل الحكومة كالتي شكلت الحكومات السابقة الجمهور الآن يريد مسارات متغيرة يريد مسارات منتجة إلى العملية السياسية في المؤسسات الدولة العراقية فبالتالي لابد أن يكون هناك برنامج سياسي يضبط إيقاع وعدم إفراط العقد ما بين الكتلة السياسية المنضوية تحت الكتلة الأكبر هذا البرنامج السياسي سوف تكون فيه أولويات للعمل السياسي يعني ما ممكن أن نمضي مثل ما قلت سابقا أن التحالف الوطني يتشكل قبيل تشكيل الرئاسات الثلاثة ومنها رئاسة الوزراء ومن ثم كل يغني على ليلة ما بعد التشكيل وتبدأ المنافسة والصراع السياسي داخل قبة البرلمان الذي هو صلب العملية السياسية أي نظام السياسي في العمق من يضمن عكس ذلك عن الحديث الذي تتحدث عنه انطلاقا من مثل التحالف الوطني ومن هم الشركاء السياسيون الذين اقتنعوا بفكرة ائتلاف دولة القانون في ظل جملة التساؤلات هل سيعقد البرلمان مطلع الشهر المقبل هل ستشكل حكومة وتستمر هل سيتم الاتفاق على رئاسات الثلاث كل هذه الأسئلة الطويلة العريضة أستاذ سعيد أولا ما هي الضمانات أولا الضامن عندما تتشكل الكتلة الأكبر وتكتب البرنامج السياسي ينتج من هذا البرنامج السياسي برنامجا حكوميا وهو عكس ما كان سائدا سابقا أن الكتلة الأكبر هي فقط تكتب البرنامج الحكومي والكتل السياسية الأخرى من باقي المكونات تكون ملزمة بالتصويت على هذا البرنامج ومن ثم يتم الطعن بهذا البرنامج أن رئيس الوزراء لم يلتزم لم يفي بوعوده لم يطبق هذا البرنامج عندما تأتي هذه الكتل السياسية وتكتب وتنسق أمورها في البرنامج السياسي والحكومي هذا يكون ضامن هذا جانب جانب ثاني الضمانة الأخرى الضمانة الدستورية يعني عندما تكون هناك خلافات ما بين الكتل السياسية على الأقل داخل الكتل الأكبر سوف تكون ضامن المواد الدستورية المفسرة من المحكمة الاتحادية وهناك إلزام على أن ما تذهب به المحكمة الاتحادية هو ملزم إلى جميع الأطراف ومقبول من قبل جميع الأطراف هذه إمكانية ثالثا هناك لجنة سوف تشكل لاختيار رئيس الوزراء أثناء التوقيت لتسمية رئيس الوزراء القادم هناك لجنة سوف تأخذ معايير مثلا المعايير من متطلبات الجماهير التي هي الآن متظاهرة ماذا تريد هذه الجماهير؟ هناك لجنة المعيار الآخر هو معيار مرجعية عندما ذهبت باتجاه رسم خارطة طريق لتشكيل الحكومة القادمة ومواصفات رئيس الوزراء القادم ثالثا النصوص الدستورية كذلك الجانب الوطنية هذه كلها معايير عند اللجنة مشكلة من كل الكتل السياسية التي هي داخل الكتلة الأكبر فهذه ضمانات هذا لم يكن معمول به سابقا فبالتالي أولا هناك سوف نقلل المساحة على المحاصصة أنا لا أقول سوف نضرب المحاصصة كاملة لأن المحاصصة متجذرة ولا زالت العقليات السياسية في بالها وفي مخيلتها تريد المحاصصة على أساس النقاط على أساس الوزن الانتخابي على أساس وزن المكون وتمثيل المكون وتمثيل الحزبي يعني من جهة أو يضيقه من الممكن أن نقلص مساحات المحاصصة هذا جانب سوف نلغي جانب المغانمة يعني هذا جانب جدا مهم وسوف نذهب باتجاه من الممكن نقلل مساحات الفساد الذي هو مستشري في البلاد فبالتالي هذه الضمانات التي حضرتك سألت عنها اتفضل إذا عندك سؤال آخر طيب يعني أريد أن أسأل وأؤكد من جديد عن التوقيتات الدستورية برأيك هل الكتل سيد محمد ستلتزم بالتوقيتات الدستورية وهذه مسألة وجانب جدا مهم أحسنتي التوقيتات الدستورية تبدأ من تاريخ المصادقة من قبل المحكمة الانتحادية على النتائج النهائية التي سوف تقر من قبل المفوضية فبالتالي تبدأ التوقيتات الدستورية أنا أعتقد الكتل السياسية هي محرجة تماما بعدم أن تكون هناك انتهاكات للتوقيتات الدستورية لأن الشارع يراقب الشارع غاضب على الكتل السياسية فبالتالي ولا كتلة من الكتل السياسية مستعدة للمجازفة بأن تكون هناك انتهاكات للتوقيتات الدستورية. هذا جانب. جانب ثاني. الحراكة السياسي الكبير أو الماراثوني. الذي أتيحها للكتل السياسية بالتفاهم والحوارات. مكن الكتل السياسي الاتفاق على الخطوط العامة والخطوط الرئيسية. فبالتالي بقت التفصيلات من الممكن أن تحسم هذه التفصيلات في قادم الأيام القريبة. قبيل العيد أو بعد العيد الأفعى المبارك. فبالتالي هناك التزام بالتوقيتات الدستورية. أنا أعتقد في مطلع الشهر القادم سوف تكون هناك الجلسة الأولى لمجلس النواب. ومن ثم يتم تسمية الرئاسات الثلاثة. أمر آخر النتائج التي أظهرتها المفوضية كموقف لنا دولة القانون نعتبر هذه النتائج التي أظهرت أمس هي نتائج شكلية. مجرد أريد أن تغطى العملية وتسهير العملية بهذا الاتجاه. كدولة قانون نعلم علم اليقين أن هناك تلاعب وهناك تزوير. ذهبنا إلى مجلس النواب قبل الانتهاء. ليكون العد والفرز شاملاً. وهناك إجراءات كانت من المقررات مجلس النواب. لكن للأسف سويرة العملية باتجاه العد والفرز الشكلي. ولا حتى العد والفرز الجزئي. لو كان عداً وفرزاً جزئياً لكانت هناك نسبة بالعد والفرز من الممكن أن تكون 5% من الصناديق. 10% من الصناديق. لكن هذا لن يحصل. حصلت الآلية القديمة لعمل المفوضية السابقة بأن تكون هناك الشكاوى والعد والفرز للصناديق المشكو منها. فبالتالي لن تأتي المفوضية بشيء جديد. وحتى كانت هناك شكلية أوسط. يعني مثال على ذلك. هو الصناديق الرصافة التي احترقت. ما هو مصير النتائج في جانب الرصافة. عموماً نحن نريد أن نحافظ على البلد من الانزلاق بأي منزلق. لا سمح الله. لا يخدم. المنطقة تغلي الحراك. يعني الآن في المنطقة لا يسر من الممكن أن يذهب بعدم الاستقرار. والعراق من الممكن أن يكون أول المتضررين من هذه الأحداث في المنطقة. ما بين إيران ومعلكم. من كلامك سيد محمد. كي لا ينزلق الوضع إلى وضع كارثي أسوأ. لذا ستقبلون بالنتائج كما هي. ولو كان هذا العد والفرز شكلي كما ذكرت أو النتيجة النهائية بحسب دولة القانون. فمن سيقتنع بما سيخرج به البرلمان. فيما لو انعقد مطلع الشهر المقبل. يعني بما أنها شكلية. ونريد أن نحافظ على وضع البلد. وأن النتائج خرجت من لجنة قضاء مفوضية من قضاء. نريد أن نحفظ للقضاء أهيبته. ولا نريد أن نطعن بالقضاء. فبالتالي سوف نمضي على مضض لهذه النتائج. لكن لدينا إجراءات برلمانية في البرلمان القادم عند التشكيل. لدينا خطة عمل. نريد أن نقف على الحالات التي كانت موجودة في الانتخابات. وهي حالات خطرة. لا نريدها أن تتكرر في الانتخابات القادمة. نريد أن نرصن هذه العملية الانتخابية. نريد أن نشذبها من الزوائد ومن المداخلات الدولية والإقليمية. وحتى الداخلية. لا نريد للعملية الانتخابية أن تكون محطة لعدم الثقة من قبل الجمهور ومن قبل الكتر السياسي. ولا حتى من الدول. العملية السياسية في العراق هي عملية مفصلية تبنى عليها مستقبل الرئاسات الثلاثة ومستقبل الدولة العراقية بصورة عامة. لا ممكن أن نمضي إلى عملية فيها شبهات تزوير وفيها تزوير حصل. لكن نريد أن نذهب بالبلد إلى بر الأمان. لمصلحة من أن يذهب البلد إلى المجهول. بظل عدم وجود جانب تشريعي. في ظل وجود حكومة لربما تكون غير قادرة على لملمة الوضع. لأنها لا يوجد هناك جانب تشريعي وجانب رقابي من البرلمان. فبالتالي نريد أن نمضي إلى سرعة التشكيل للحكومة. حتى تلبي رغبة المواطنين. الحكومة الحالية الآن لا يمكن أن تلبي ما يريده المواطن. لأنها حكومة لربما تكون هناك ضغوطات سياسية وضغوطات اقتصادية وإقليمية. تمنح هذه الحكومة. لكن الحكومة القادمة لربما يكون لديها الوقت الأوسع والوقت الكافي لوضع خطط. هناك وعود لتجسير الثقة ما بين المواطن ومؤسسات الدولة ومنها الحكومة. من الممكن أن نعمل. من الممكن أن تكون المظاهرات التي حصلت في المناطق الجنوبية هي نقطة وعي. نقطة صدمة إلى الكتل السياسي أو إلى المسؤولين في الحكومات المحلية والحكومة الاتحادية منها الوزراء. أن تكون إعادة حسابات إعادة مراجعة إلى الوضع السابق. من الممكن أن لا يكون الوضع السابق وسائد في الوضع القادم. نريد كدولة قانون أن نرصن العملية الانتخابية وأن نرصن العملية السياسية من خلال خطوط سياسية استراتيجية جديدة تختلف نهجا وسلوكا ورؤية عن ما هو سابق. لذلك طرحنا مبدأ الأغلبية السياسية ومشروع الأغلبية السياسية. عرض هذا وجوبه بالمعارضة من قبل الكتل السياسية لأنه يتعارض مع كتل سياسية. يعني لا تريد للعراق مصلحة تريد المحاصصة. تريد التغطية على الفساد. ولا تريد أن تذهب بهذا الاتجاه. مثل ما عارضت هذه الكتل السياسية قانون أو مشروع قانون البنى التحتية. مشروع البترو دولار. هناك المبادرة الزراعية. المبادرة التعليم. هذه كلها كانت بمصلحة المواطن. لكن للأسف ألغيت هذه. فتفاقم الوضع. والمواطن الآن يريد من حق المواطن من الحكومة أن يريد مخرجات. مخرجات خدمية. اقتصادية. علمية. ترموية. تقابلية. أمنية. المواطن يريد من هذه الحكومة. السيد محمد العقيل. عضو اتلاف دولة القانون. شكرا جزيلا لك. الحصاد مستمر من الشرقية نيوز تحرير بغداد وسط محافظات عراقية تغص بالمحتجين. الآلاف يتظاهرون ضد المحاصصة والتزوير. ويطالبون بتوفير الخدمات والعيش الكريم. نائبة الرئيس الإيراني تدعو العراق لدفع التعويضات الإيرانية ضد العراق في الثمانينات. ووزير الداخلية الإيرانية الأسبق يدعو إلى تقسيم العراق كأحد الحلول لمواجهة العقوبات. البنك المركزي العراقي يوقف التعاملات بالدولار مع إيران. وخبراء في بغداد يحضرون من الأسوأ. إيران قد تزور الدينار العراقي وتشجع تجارة المخدرات. وللحديث عن الجانب الاقتصادي فيما يتعلق بالعقوبات الأمريكية على إيران. ينضم معنا عبر الهاتف سيد جواد البولاني عضو سابق باللجنة الاقتصادية نيابية سيد جواد أهلا بك. هل فعلا أو من حيث المتوقع أن تأتي خيارات إيران الاقتصادية على حساب العراق أم أن التصريحات السياسية داخل البلد خصّنت العراق نوعا ما. شكرا جزيلا. مشاهل خير. مشاهل نور. الحديث عن الجوانب الاقتصادية ترتبط برؤية اقتصادية قودها الخبراء. ليس سياسين وليست الجهات المستفيدة من إيران أو الجهات المستفيدة من أمريكا. العراق يجب أن ينأى بنفسه عن طريقة التعاطي مع المشكلات وفق قضايا ترتبط بأولا مصلحة العراقيين ومصلحة الوطن في ظل انعدام الخدمات وفي ظل تراجع الحالة المعيشية للفرد العراقي. نحن وإيران بلديين جارين مسلمين تربطنا علاقات مهمة لكن لا أفلش بلدي وأبني إيران إيران مبنية وإمكانياتها جيدة ودولة صناعية وزراعية فأريد من كل أخواننا السياسيين أن يشجعون الحكومة العراقية القادمة على أن يصير مثل الدول المجاورة في إمكانياتها. اليوم الحديث عن العقوبات هي جزء من تعامل سياسي على مستوى القرارات الاستراتيجية اللي يأخذها العراق وهو واثق من نفسه نحن لا نريد نزعل لنا دونة ولا نزعل لنا قائد لكن من الصير مصلحة العراق تتطلب أن يزعل هذا الطرف أو ذاك نضع هذه الحدود في طريقة التعاطي والتعامل واليوم ناعدة الرئيس السيدة معصومة وزير الداخلية صرح وتصريحات خطيرة وماس بسيادة البلد وبوحدته وأيضا يراد متابعة ويراد استنكار من الخارجية نريد نسمع موقف وزير الخارجية ونسمع المواقف الأخرى التي صدرت من بعض الإخوان اتجاه قضايا قد ترتبط مصلحة العراق بمصالح دول الجوار في جزئيات محدودة عمليا التبادل التجاري والحياة اليومية وحركة الجوار بالمناسبات الدينية كلها قضايا العراق يأخذ بها آليات للتعاون وأيضا من حق العراق أن يدافع عن مصالحة عندما يتكلم ويقول هذا أستطيع أن أفعل وهذا لا أستطيع أنا دولة أريد أحافظ على أسعار الشوق والبضاع والمنتجات التي أحتاجها من إيران وبالمقابل أكو أمور أيضا أتعاطى بها بموجب مصلحتي وهي العالم العراق دولة تعيش ضرف استثنائي في الخدمات وفي الأمن وفي الشياسة العراقيين يقدرون مواقف الدول التي شاندت ووقفت والعراق وفي كان وفي مع دول عديدة من ضمنها إيران خلال المرحلة التي أعقبت توقيع الاتفاق على الملف النووي والتفاهم مع الغارب سيد جواد وقص الملفات نعم يعني المشكلة الأكبر في النقطة التي أثرتها هو غياب الدبلوماسية والموقف العراقي الموحد لنتعامل على أساسه رأيت رئيس الوزراء بالأمس أصدر تصريحات وقال لن نخرج عن المنظومة الدولية والعقوبات الأمريكية وبدأت التصريحات من هنا وهناك عصائب الحاق المالكي الجميع يرفض ويندد وأبرزها موقف وزارة الخارجية التي أشرت إليه والتي قالت نلتزم بإيران كجارة وعلينا رد الدين لا أعلم ماذا تقصد وزارة الخارجية الآن كل المخاوف من أن تستند إيران السوق العراقية لانتصاص العقوبة ما هو المطلوب موقف يجب أن يحترم ويقدر رئيس الوزراء من يصدر بيان ورهية تنسجم مع تطلعات المرحلة القادمة لماذا تتحول كل الآراء إلى فكرة تشكيل الحكومة ومن يدفع بالكتلة الأكبر لإبعاد وإقصاء هذا الطرف لذلك لا بد أن نفكر كعراقيين نفكر كطبقة سياسية عراقية إحنا مهمتنا ندافع عن العراق وندافع عن بلدنا ونحترم الدول المجاورة بعلاقاتنا وحتى الجار من يشوفك أنت حريص على مصلحة بلدك يحترم هذه الإرادة ويتعامل معها بعدين احنا الميزان التجاري والتفاعل اليومي بالسلع والبضاع التي تحتاجها لأسواق نريد أسواق نستقر وقسم من البضاعة الإيرانية التي توصلنا هي تتماشى الوضع الاقتصادي للفرد العراقي فما نريد نخسر هذا الاستقرار ولا نريد نضطرف بالحديث عن أشياء وقرارات مو من صلاحية أي جهة أو أي طرف يتكلم ويضعف قدرة الحكومة على اتخاذ المواقف الاستراتيجية المهمة ذكرت سيد جواد ما تحدثت به نائب الرئيس الإيراني أيضا كان هناك موقف لوزير الداخلية الإيراني حيث دعا إلى تقسيم العراق ردا على ما ذكره المتحدث باسم رئاسة الوزراء الذي قال بأنه في المستقبل هناك أدوات ستدرس للتعامل مع الجانب الإيراني كيف ترى هذه الردود هل هي مسبقة من قبل الجانب الإيراني أم بما تنظر أولا إحنا ما كنا نتمنى أن تصرح نائبة الرئيس بقضية تخص بعلاقات مهمة بين بلدي جارين ولا وزير الداخلية يتمنى تقسيم العراق هو العراق تعرض إلى نكبات وويلات والعراق يبقى رقم صعب على كل من يرغب بتقسيم العراق رقم لا يمكن أن يقسم ونذكر كل أخوان السياسين الموجودين الآن واللي اليوم يتفضرون المشهد والمسؤولية اليوم المسؤولية والمسائلة خلي نظرونها إلى طريقة الاحتجاجات بالشارع العراقي ومطالبة الدستورية السياسية أنا أعتقد اليوم أسلوب المراجعة والتدقيق في كل العلاقات أصبح مهم ويرتبط بأن يأخذ القائمين على الوضع السياسي المنظومة السياسية في العراق قرارات استراتيجية تعزز من الوضع السياسي الوطني وأن يكون العراق دولة التوازن استراتيجي ومفتاح لبعض المشاكل يعني ليش مو الإيرانيين يستفادون من علاقة العراق ويأمريكي خلي يستفادون ويفتحون باب ومجال للعمل وللاستفادة من واقع وجود العراق باتفاقية استراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية العراق محتاج علاقات الإقليمية والدولية على مسافة واحدة ووفق مبدأ النأي بالنفس عن هذه المحاور التي تضعف السياسة الرسمية للعراق طيب سيد جواد بصفتك وزير داخلية أسبق أريد أن أسألك كنا قد استضفنا أحد المحللين السيد السوري خبير اقتصادي وتحدث أنه إيران ربما قد تلجأ لتزوير الدينار لتجارة المخدرات لمحاولة طبعا امتصاص العقوبات الأمريكية هل يمكن أن يصل الحد إلى هكذا درجات أكثر أو أقل من وجهة نظري يعني أول بالنسبة أن هناك تحاول أن يعبث بالاقتصاد العراقي في هذه الظروح وبالتالي سيصير التأثير مباشر على الدينار العراقي وعلى القدرة الاقتصادية أنا أعتقد هناك يعني رهية مطلوبة من المنظومة الاستخبارية للدولة والمنظومة السياسية والاقتصادية مجتمعا لحماية موارد البلد وقدرات المالية والنقدية وأيضا أن يحافظ على استدامة وضع الأسواق في الحاجات الأساسية اليومية نحن نتعامل الجمهورية الإسلامية بحوالي 10 مليون دولار يوميا سلع وبضاع هذه للقضايا البسيطة اليومية الاستهلاك اليومي يعني نحن بالشهر 300 مليون دولار بالسنة أكثر من 3 مليارات ونصف وهذا حقيقة رقم يؤشر إلى أهمية الاستقرار على مستوى بعض السلع والخدمات التي يحتاجها العراق يوميا في كل محافظاته يعني الريوق والغداء والعشاء وكل الحاجات من القضايا التي يحتاجها الفرد العراقي تشكل قضية قضية يعني أنا أعتبرها مهمة في نظر الحكومة العراقية وأيضاً وأيضاً هناك أموال نقدية لحركة التجارة بين العراق وإيران وهي يعني مهمة لحياة مئات بل آلاف العراقيين التي تربطهم مصالح تجارية بين العراقيين والإيرانيين في حركة سوق مستمرة شكراً لك على هذا الحوار وزير الداخلية العراقي الأسباق سيد جواد البولان الحصاد مستمر من الشرقية نيوز تم انقراض الثروة الحيوانية من الهوار وكمية هائلة من الثروة السمكية مثل ما عسى أنتم صوروات شفوه بالعين المجردة نسبة الجفاف أقدر أقل لك يعني يجاوز التسعين وخمسة وثمانين بالمئة أزمة المياه تتفاقم في مدن جنوبية العراق وتنظر بالأسوأ عيقونة الأنسكو في العراق مهددة بالجفاف وعشار البصرة يتحول إلى بؤرة ملوثة جراء النفايات نتابع هذا الحصاد وفي منح آخر دعت وزارة النقل العراقية المواطنين كافة إلى محاربة ظاهرة رجم القطارات مشيرة إلى أن هذه الظاهرة امتدت إلى قطار بغداد فلوجة بعد أن تعرضت لخطوط ذيقار والبصرة وقالت الوزارة في بيان تفشت في السنوات الأخيرة ظاهرة تخطيم زجاج القطارات ورجم نوافذه بالحجارة خلال تنقلها بين المدن فالقطار المتحرك بين بغداد والبصرة يتعرض للرجم اليومي في الذهاب والإياب وفي الليل والنهار مضيفة أن المثير للغرابة هو انتقال هذه الظاهرة لتستهدف قطار بغداد فلوجة حيث تعرض للرجم المكثف في منطقة الشعلة بين محطتي القاظمية وأبو غريب أعلنت مديرية الدفاع المدني عن مصرع شخصين في حادثة حريق كربلاء الذي تم إخماده بعد إنقاذ خمسمائة شخص وقال مدير الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بهان إن الحريق اندلع في أحد الفنادق بكربلاء وإن فرق الدفاع المدني تمكنت من إنقاذ خمسمائة نزيل من الفندق فيما توفي شخصان بعد نقله إلى المستشفى مع الأسف مع الأسف فارق فارق والحياة كانوا من مجموعة سبعة أشخاص يصلون في سرداب الحسينية الذي يقع فيها الحادث وهو يعني بعمق سحيق قياسا إلى سطح المصلة الحسينية كانت ملعة عن آخرها وكذلك السرداب الأضرار بالتأكيد حصلت في الحسينية لأنها أصل مبنية من مدة السندويش في معظم أجزائها الفندق من الأبنية القديمة وليس الحديث أيضا بثلاث طوابق محلات تجارية مجاورة لأنه الأهم من كل هذا بأنه الحادث لو لم تتم معالجته بشكل سريع وفاعل لأتى على شارع برمته انفجر كوتسون للأعتداء تابع لفصيل في الحجر الشعبي غربي كربلاء في حدث هو ثاني من نوعه الذي تشهده المحافظة وذكر مظر محلي بأن كوتسا للاعتداء تابعا لفرقة العباس القتالية أحد فصائر الحجر الشعبي انفجر في منطقة الرزاز غربي كربلاء واشار المصدر إلى أن القنابل والاعتداء المنفلقة طايرت في الهواء ما تسبب برغب كبير لدى سكان المنطقة إضافة إلى اندلاع حريق كبير قرب موقع الانفجار وكانت فرقة العباس القتالية وصفت انتشار محزن للذخيرة تابع لها في منطقة الرزاز بأنه عمل عدائي مقصود يهدف إلى تخطيم البنية التسليحية للفرقة من دون الإشارة إلى الجهة المتهمة بتدبير التفجير تزايدت المخاوف في ذيقار من جفاف مساحات الأهوار بشكل كامل جراء تفاقم أزمة المياه التي حولت مساحات مائية كبيرة إلى مستنقعات ضحلة تهدد حياة الريف وتربية المواشي ويقول مواطنون إن مصير آلاف العائلات التي تعتمد على مساحات الأهوار بات مهددا غزوان الغزي والتفاصيل تزايد كبير في نسب الجفاف الذي ضرب الأهوار الوسطى جنوبي العراق أهوار تشبايش واحدة من المستنقعات المائية التي حولت بين ليلة وضحاها إلى صحراء قاحلة عديمة الحياة الأهوار الوسطى تشهد موضع الجفاف حادة جدا خاصة من ماطق عمق الأهوار من محيط من ماطق الأهوار الآن شهدت نزوح كل الناس المستوطنين داخل الأهوار خاصة في الأهوار الوسطى من إيشان حلاب وإيشان القبة كلهم تقربوا من مناطق نهر الفرات من مناطق العميقة شهدت هجرة حادة أغلب الناس نفقة تعدهم أعداد كبيرة من الجاموس الأهالي وبعد تجفيف مناطقهم صاروا في حيرة من أمرهم إلى أي مكان يتجهون ليؤمنوا العيش لهم ولمواشيهم التي صار الموت وقاب قوسين أو أدنى منها قضية الشبايش نعيش نعلم لا عندنا رواتب ولا عندنا فرشين ونحن به الموقع هذا وهي بحضوركم إن شاء الله توصلون خبرنا هذا كارثة بيئية صدرت في أهوار الشبايش اليوم في واقع حال ليس بإعلام كإنما واقع حال أنتم شوفوه في الوقت الحاضر هاجرت عديد من الناس في الأهوار الشبايش وتم انقراض الثروة الحيوانية من الأهوار وكمية هائلة من الثروة السمكية مثل ما عسى أنتم صوروه تشوفوه بالعين المجردة نسبة الجفاف أقدر أقل لك يعني يجاوز التسعين وخمسة واثنانين بالمئة وذكر مربوء الجاموس أنهم توجهوا إبان تشفيف الأهوار في تسعينات القرن الماضي إلى محافظات غرب العراق فيما أبدو تخوفهم من التوجه لذات المحافظات الآن خوفا من أن يستهدفهم الإرهاب ما يجعل الموت هو مصير مواشيهم الحتمي إذا لم تسعفهم الجهات المعنية من أهوار الشبايش غزمان الغزي الشرقية نيوز طالب بصريون بالتحقيق في أسباب تحويل واحد من أهم وأعرق الأنهار الفرعية بالمحافظة إلى مكب للنفيات والأنقاض التي تهدد سكان المناطق القريبة من النهر بأمراض خطيرة وكان النهر العشار حتى وقت قريب واحدا من أهم الأنهار التي تنتشر حولها شناشير البصرة لكنه تحول اليوم إلى بؤرة للتلوث أيمن الشيخ والتفاصيل نهر العشار الذي يمر ببيوت الشناشير بمنطقة البصرة القديمة يغلق بأنقاض لتغير صورته من متنفس ومعلم يعكس جمال البصرة وتراثها إلى مكب للنفايات مواطنون أشاروا إلى أن جهات حكومية أقدمت على غلق النهر بحمولات من الأنقاض فآلت حاله تلك ولم يكن تأثير الإغلاق بالأنقاض مقتصرا على النهر بل تسبب بانهيار بعض المنازل القريبة منه فيرسم خارطة جديدة وشكلا آخر للبيوتات بعد أن ترك أصحابها دون تعويض ومع انعدام الخبرة في إدارة مؤسسات الدولة الخدمية وغياب التنسيق فيما بينها لا سلطة رقابية عليها إلا باستحداث قانون جديد يعالج جميع الإشكالات مع الأسف أن كل هذه الأعمال لا يراعى فيها مسألة الحفاظ على التراث وهي لا تراعي مسألة الحفاظ على هذه المعالم من ناحية التنفيذ لذلك نرى أن هذه المعالم قد تشوهت وتم التجاوز عليها إذا نحن نحتاج إلى قوانين صالمة صورة تغيرت من حال إلى حال نهر العشاري وشناشيل البصرة مهملان فلجهات الخدمية تهتم بهما ولا التراثية تحميهما المدينة البصرة أيمان الشيخ الشرقية اليوز سجلت مناطق النزوح في كاركوك سابقة عنمية مهمة بحصول طلبة من قرى مهدمة وتحت حياكل الحويجة على مواقع متقدمة في أوائل العراق في المراحل المنتهية عموما ويؤكد نازحون أن المعاناة الإنسانية حفزت المحرومين من أبسط الخدمات على تغيير واقعهم عبر التفوق العلمي والدخول في المجالات الطبية والهندسية لتغيير واقع قرىهم أتل الأغا والتفاصيل كاركوك تحتل مراتب متقدمة هذه السنة وتنافس الأوائل في العراق وإن كان مكررا وكل مدرسة تطمح أن يكون الأول من نصيبها كاركوك مدينة العام نتابعة كاركوك حققت نتائج متقدمة لهذا العام عام دراسي 2017-2018 والأول على العراق من كاركوك معدل 99.86 من المنازحين أيضا هناك معدلات عالية 99.98 من القرى والأرياء في قضاء الحويجة من مدرسة طالبتين طالبتين كدور أول بس إن شاء الله ست طالبات عندي رح يروحون طبية طبعا إن شاء الله عائلة محمد الأحمد الجبور التي تركت كل ما تملك بقرى الحويجة وبعد أن فجر داعش بيوتهم واستولى على شق العمر ها هم يعوضون كل ما سلب منهم بإيصال ثماني أطباء الهدف الأساسي قدامي هو المدرسة قلت أوصل الأولاد بالمدرسة لأن هذا مستقبلهم وحقهم علي فذا بيت كل جودي كرس كل إمكانياتي للمدرسة ولذلك الحمد لله وشكر قدرت أن أوصلهم وحقق نتائج ما فرقت عن النتائج أو أفضل من النتائج التي من كنت بيها في مستقبل في منطقته وفي بيتي ثلاثة أطباء وثلاثة يدرسون الطب وها هو أصغرهم أثير بمعدل 99.57 وأخته أسماء التي حصلت على 98 التحقوا بركب عائلة كبيرها لواء وأصغرها مهندس الوالد خصوصا كان يعني يتابع وتعب ويايا أنه بس أوصل يعني كان هذا اللي يريده والحمد لله يعني ما أثرت انتقلت يعني من عدة مدارس عدة مناطق سكنا كاركوك قالتوا كبر بالبدأي بعدين كاركوك بعد ما تهجرنا مع هذا ما أثرت علي أنه أحقق اللي كانوا بالي اللي شنت أريده للشرقية نيوزة تل الأغة كاركوك وبهذا نأتي لكتام خصاد الليلة أنا وشيرين نشكركم شكرا لكل من تابعنا إلى اللقاء شكرا للمشاهدة